انطلقت بالقهرة الاجتماعات السنوية للألية الأفريقية لمراجعة نظراء المعنية بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني وخلال كلمتها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد نهو من المتوقع وصول معدلات النمو لأربعة بالمئة خلال عام 2023-2024 لافتة إلى أن المتوقع جمعه من برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو 2024 يقارب خمسة مليارات دولار عامية التمويل وخصوصا مع أزمة كوفيد-19 بقى تحدي التمويل التنمية من التحديات الكبيرة ولكن هذه الدولة ديها من الموارد الطبيعية الكافية اللي هي لابد أن هي تستغلها لابد أن هي تزود مستوى التجارة البينية بينها بس ده محتاج أيضا لاستثمار في البنية الأساسية فبنضع كل هذه التحديات والفرص اللي قدامنا وبنقول أنه مهم جدا أن كل هذه الدول تستفيد من الفرص الأخرى كل دول أفريقية لديها خطة للتطوير والتنمية ونحن هنا اليوم للتأكد من أن خطة التنمية متوائمة ومتكاملة في إطار خطة التنمية المستدامة وأجندة التنمية الأفريقية 2063 فالهدف من اجتماع اليوم الحديث عما حققناه خلال العشر سنوات الماضية إلى جانب وضع خطة لعشر سنوات مقبلة تتواصل الاستعدادات لاستقبال عام دراسي جديد في ظل تقديم كل المستلزمات المدرسية للطلاب من خلال معرض أهل المدرستي الذي افتح بأحد المجمعات المدرسية بمدينة نصر الاستعدادات لاستقبال عام دراسي جديد تتواصل في ظل تقديم كل المستلزمات المدرسية للطلاب من خلال معرض أهل المدرستي الذي افتتح بأحدى المجمعات المدرسية بمدينة نصر لعرض منتجات المدارس بأسعار مخفضة للتخفيف عن أولياء الأمور تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية كان فيه توجيه بأن احنا كل مدرية تقدر تعمل معرض أهل المدرستي احنا دخلين على مدارس واحنا لازم نساعد أولياء الأمور ونخفف عنهم واحنا عندنا الوحدة المنتجة لازم تدفعها لأكتر وزي ما انت شايف في المعرض موجود حاجات مكتبية وحاجات وملابس بسيطة لولادنا والأهالي موجودين الحمد لله وده اللي يهمني أن فيه إعلان عن الموضوع وأن الأهالي موجودة فدي الحياة يعني واحدة من الحاجات وانا ان شاء الله هتابع الكلام ده على مستوى المحافظات وده كانت بداية في محافظة القاهرة نفتتح معرض أهل المدرستي في أحد أهدارات القاهرة المبادرة دي جديدة لأن المنتج اللي بتعرض فيه المعارض هو من أبنائنا الطلبة والقائمين على العملية التعليمية وملاحظ أن الأسعار الحقيقة يعني مناسبة جدا مقارنة بخارج المعرض المعرض يقام في كل محافظة ويقدم مستلزمات تشمل المصنوعات الجلدية والملابس والأدوات المكتبية والهدايا بجودة عالية وتناسب كل الأذواق المختلفة نكلف المدارس أن هي تشارك بمنتجات عشان تساهم بها في المعرض بتاعنا لرحمة بأولياء الأمور ورفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية أهلا بنبتدي أن نخدم بها أولياء الأمور وبنعمل لهم أهلا مدرستي زي ما حضراتكم شايفين المعرض بيحتوي على كافة مستلزمات المدارس كشكيل وقرصات وإلام وزي مدرسية شنط مدرسية كل احتياجات الطالب وعلى هامش المعرض أقيمت بعض الورش الفنية لعرض بعض المنتجات اليدوية التي صنعها الطلاب لتسويق منتجاتهم ودعم مواهبهم وسط حضور لأولياء الأمور في أول يوم من افتتاح المعرض الذين أشادوا بجودة وأسعار المنتجات عملنا الخرز مش النوع خرز واحد عملنا كذا حاجة فيه مقالم كريستال وفيه مقام خرز عادي فيه كمان صوف احنا عمار مختلفة مدرستنا ميس جهاد هيك اللي بتعلمنا ماشي احنا فيه قولة سنوية وثلثة عددية وستة بتدائي ده مشروع الوحدة المنتجة ده بره مكبس الحراري ده احنا نتبع عليه تشرتات أو المجات أو الجرابات أيا كان لا الأسعار مناسبة جدا وهو كويس بأنهم عملوا لنا كل ده في مكان واحد وكده ويعني حاجات يدوية معمولة جميلة أو ورخيصة جدا بصراحة احنا جينا لمعرض النهاردة عشان سمعنا أن الأسعار كويسة غير أسعار بره وتقريبا كل الأسعار فعلا أقل من بره والحاجات كويسة جدا معرض أهلا مدرستي بمحافظة القاهرة يتم لتغطية ثلاث وثلاثين إدارة تعليمية بالمحافظة بالإضافة للمعرض الدائم بالمدرية فضلا عن تعميمه في محافظات الجمهورية ليلب احتياجات الأسر المصرية من متطلبات الموسم الدراسي الجديد محمود جميل التلفزيون المصري سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعة جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعملات شراء من قبل المؤسسات وسنديق الاستثمار المحلية والعربية فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع ربح رأس المال السوق لأسهم الشركات المقايدة بالبرصة نحو 13 مليار جنيه ينهي التعاملات عند مستوى 3.313 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو مليار وتسمائة مليون جنيه تضمنت تعاملات بالسوق المتعاملين الرئيسيين وسطات النقل الملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو مليار وثمانمائة مليون جنيه اتفع المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.4% ليبلغ مستوى 19.577 نقطة وفيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 22.100% ليبلغ مستوى وحوالي 3.831 نقطة شبلة الاتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي داد بنحو 53.100% ليبلغ حوالي 5.643 نقطة اختتمت أغلب برصات الخليج التعملات على اتفاع بدعم من صعودي أسعار النفط في قطر زاد المؤشر بنسبة 1.1% مع وجود أغلب الأسهم في المؤشر بالمنطقة الإيجابية لكن المؤشر السعودي تراجع بنسبة 6.10% قال وزير النفط العراقية حيان عبدالغني أن متوسط الانتاج النفطي لبلاده يبلغ نحو 4.230.000 برميل يوميا وأضاف وزير النفط العراقية أن متوسط التصدير النفطي يبلغ نحو 3.350.000 برميل يوميا مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق مع الجانب التركي بشأن استناف الصدرات النفطية من إقليم كردستان عبر ميناء جهان التركية قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شليجنوف أن إنتاج روسيا الحالي من الغاز الطبعي المسال لا يكفي لتلبية الطلب الكامل عليه في السوق الخارجية شدد وزير الطاقة الروسي على وجود طلب متزايد على الغاز الطبعي المسال الروسي في جميع أنحاء العالم خاصة من جانب المستهلكين الأوروبيين شكرا